استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي القايم بعمال السفارة اليابانية لدي اليمن كازوهيرو هياجي وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية العريقة بين البلدين الصديقين كما بحث اللقاء مجددات الأوضاع اليمنية ومسار الجهود الإقليمية والدولية ليحياء العملية السياسية والضغوط الدولية المطلوبة لتعزيز فرص السلام في ظل تعنط المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني وأشاد الرئيس العليمي بتدخلات اليابانية في مجالات البنى التحتية ويعادة الإعمار بما في ذلك تاهي المدن الموانئ معريبا عن أمله في أن تشهد هذه التدخلات تطورا نوعيا خصوصا في المجالات التعليمية والخدمية التي تعززها اليابان على مدى العقود الماضية ترجمة نانسي قنقر